لا تنسوا الفيديو الرد على سئلتكم عن الحلقة الاولى من جموس المرة سيكون متوفر بعد الفيديو على طول لكي تخرج طويل سوف نزيل في الفيديو الوحد ويكون متوفر بعد الفيديو على طول لا تنسوا سيب لكم الرابط في وصف الفيديو تاعتك او ممكن تجيبوه عن طريق القناة واسبكم مع الحلقة الثانية من جموس المرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احبان مشاهدين اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في قناتكم منهرة الريف المصري ياريت لو تشوفني الاول مرة فضلا وليس امرا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصلك كل جديد وياريت الكل ينزل يدعمني بلايك عشان نستمر وعشان الفيديو انتشر على الاوسع النطاق وانفيد كل الناس نحن نهاردة حلقتنا عن جموس المرة الهندي هنكمل مع بعض النهاردة الحلقة الثانية من جموس المرة الهندي وهو احدى حلقات سلسلة ملك السلالات على قناة منارة الريف المصري ياريت لو ما شفتش الحلقة الاولى تنزل تحضرها عشان تكون على تواصل عشان احنا هنكمل من مكان ما انتهينا في الحلقة الاولى احنا طبعا في الحلقة الاولى انتهينا عند ان تربيت الزكور من جموس المرة لابد ان انت او مش لابد الافضل انك يكون موعد الدبح من 350 ل450 كيلو جرام لماذا يكون في سن مبكرة اول حاجة الدراسات اثبتت ان جودة اللحم في العمر ده وفي الوزن ده بيكون بتكون عالية تمام تاني حاجة ان الجموس القامة بتاعته قصيرة يعني ارتفاعه مش جرم جموس قصير فبيملى بسرعة وبيجي بعد كده يعني بعد 450 كيلو ما بيديش ما بيش فيه مساحة في الجلد كمان انه شيء اللحم فبتطر انت بتوكل على الفاضي فبيفضل ان هو على وزن 350 ل400 كيلو طبعا فيه حالات بيكون فيها جموس بتكون حالات بيكون العجول الجرمية فيها كبيرة فدي عادي يعني ولكن احنا بتكلم في المتوسط وفي العادي اللي المفروض الناس تشتغل عليه ده في حال اذا الجموسة اتوجدت عندنا في مصر يعني الحاجة التانية احنا النهاردة هنبرضه نجاوب عن الاسئلة احنا برضو الاسئلة اللي جات عن الحلقة الاولى احنا في نهاية الفيديو هنعمل فقرة عن اجابة الاجابة عن كل الاسئلة اللي جات على الفيديو الاولاني هنكمل عليها تمام الجموس ده هو الجموس من افضل الانواع الجموس عموما افضل محول الاعلاف الخشنة الى حليب يعني هم من أفضل حيونات اللي بتحول الأعلاف الخشنة إلى حليب والحليب بتاعه بيكون غاني بالدهون حتى لو في ظروف مناخية حرة أو قاسية وطبعا ما فيش أي حاجة فيسيولوجية لتركيز الأعلاف في الحفاظ على المعدل الطبيعي للدهون اللي هو بيكون من تسعة وكسور لحد عشرة في الطبيعي أو المتوسط يعني ده المعدل تقريبا كمان اللي هو بيكون موجود عند جموس المصري كمان اللي عندنا يعني هو المعدل من تسعة لعشرة يعني المعدل ده هو المعدل الطبيعي وما فيش أي داع لأي تركيز أعلاف عشان نزود المعدل ده أو نخاف على إنه هو ينزل أو كلام ده فهو بيكون مستمر مع الأعلاف الخشنة ده الطبيعي إنما في حال إنه هو تناول المركزات وحسب ما أجري أبحاث عن الموضوع ده في حالة تناول المركزات المعلن عنها ضمن البروتوكول المتبع من الجهات المختصة في مراكز البحوث العلمية الهندية فالمعدل بيزيد وبيوصل من 14% ل 15% نسب دهون في الحليب تمام؟ عشان ينسل بطول الكلام ده مش موجود أنا رجعت تاني وفيه تقارير طلع من المركز البحوث أصدر رسميا من إحصائيات نتجة من خضوع بعض القطعان لعلف مركز بكميات معينة وبنسب معينة وفي البحث أوضحت البحوث ده أو التقرير ده أوضح إن نسب الدهون وصلت في بعض الأفراد وليس الكل وصلت في بعض الأفراد بنسبة كبيرة من بعض الأفراد وصلت ل 14% وفيه بعض أفراد سجلت 15% أنا النهاردة كاتب شوية عناصر في وراء أنا بالعادة أحب أن أتكلم من وراء بتر Minh щ juga yких شمن معني منذ أفراد سجلية من عشاء هذه الحيوانات فيه ناس مثلا كل واحد مزاج Lyme들 ويعني يعرفين أنه مذاج كل واحد certificate fer ahku وأنا في وعدية مزاج خشوية في الوصف للمقابت عميمة السجيل لون اهوات الحقود البقر الجموس الحاجات دي انا من الهواء بتاعت الحاجة دي فانا لما بلايك لما بيكون في قدامي حاجة زي كده سبحان الله على الابداع فحاجة جميلة انا بتخليني بتخلي الكلام يجي الوحده يعني فانا نهاردة كنت فاعذروني بقى انا بكتب ورا عشان الناس بتلومني ان انا بنزل مني حاجات وبتسقط مني حاجات فاضطرت اكتب ورا النهاردة فانا حاسس ان ورا دمشتتان بصراحة فاعذروني اه طبعا فيه المعهد المركزي لبحوث الجموس في مدينة حصار المعهد ده هو المعهد الرئيسي والمركزي وممول بالكامل من القطاع العام تمام المعهد ده موجود في مدينة حصار اللي هي بتبعد عن مدينة ديلهي المعروفة طبعا ديلهي مشهورة تبعد عنها مية وسبعين كيلو متر وفيه عشر مراكز اخرى للبحوث اه طبعا كل ده البحوث الجموس فقط في عشر مراكز تابعة للمعهد المركزي ده برضو تابعة للشبكة الوطنية وممولة من الحكومة وفيه اكتر من عشرين مختبر لابحاث الجموس يعني عشرين مختبر بتشتغل عن الابحاث اللي المراكزي بتشتغل عليها يعني هي اللي بتختبرها وبتشتغل عليها تمام وفيه طبعا فيه مجموعة كبيرة يعني السلالة المرة اي نعم طلعت بس فيه مجموعة كبيرة من السلالات جموس بالاخص موجودة قيد الدراسة تمام وفيه اكتر من 250 معهد شغالين بس لتدريب الاف من الفلاحين والمزارعين على نظام تربية متقدم للجموس يعني المهم ان فيه حاجة اسمها اعلاف مركزة يجب تدخل وبنسب معينة وبشكل معين وبكلوات معينة على الاعلاف الجفة عشان تديني نسب اعلى في الدهون في الحليب وكمية حليب اعلى طبعا عندهم فيه انشأوا اول معهد على الانترنت في العالم اسمه بافلو بيديا اسمه ايه بافلو بيديا ده ممكن ان الناس تخش عليه برضو فيه عشان الناس اللي بتسأل عن طرق التغذية والكلام ده ولكن طرق التغذية في المواشي الجموس ده بالذات انا مش هقول لك ان هو بقى ايه تسيبك من الكلام اللي احنا كله اللي كنا بناقول عن البار الجموس حاجة ثانية الجموس بيستحمل درجات حرارة بيستحمل اه الاعلاف بتاعته ممكن يأكل اعلاف جفة ممكن تتعامل معاها وعايز أنوه أن طرق الحليب يعني 90% أو أكثر من 90% نسب الحلب في الهند بيكون يدوي مش آلي مش زي الجموس الإيطالي اللي يعتبر 100% آلي لا فيه منه بيحلب يدوي الإيطالي كمان ولكن الأغلبية آلي لكن الجموس ده الأغلبية يدوي تمام ومتعود على البيئة القاسية وبيشتغل تحت ظروف مناخية صعبة وبينتج مش ما بينتكش بينتج طيب خلينا نتكلم دلوقتي عن دور الجموس في اقتصاد الهند تمام أو توفير الاحتياجات داخل الهند طبعا يا جماعة شوف الكلام اللي انتم شايفونه دلوقتي العروض الموجودة دي عروضة عندي فالحين شعبيين يعني عروض شعبية عشان الناس اللي بتكلم انت بتجيب نوعيات معينة ده كله عروض شعبي زي الناس اللي عندنا بالضبط اللي بتشتغل على الإنترنت شغل عروض شعبية وفيه عشان الأسعار اللي انه هقولها فيه في آخر الفيديو انا سايب لكم صورة من عرض لجموسى 25 كيلو وهتلاقي السعر موجود يعني تحلب 25 كيلو والسعر بتاعها 90 ألف روبية تمام يعني ما يقرب من 25 ألف جنيه مصر يعني يعني السعر مقارب للخمسة مش 25 بس تقريبه بتقريب كده يعني تمام فانا اجيب لكم النهاردة النمازج الموجودة دي كلها الاغلبية منها موسم اول يعني عجلات اول ولد سن لباني وكاسر جوز والحليب من 15 ل 18 كيلو تمام عشان برضه ما جيبتش حاجاتي يعني مبالغ فيها عشان الناس اللي بتنتقد الحتة دي ولكن انا نوعية الحيوانات اللي بجيبها انا بتكلم المهم ان الكلام اللي انا بتدهولك يكون مظبوط مش مهم الصورة اللي ده ما كان الصورة دي انا زي ما قلتلكم بحطها عشان استوحي منها الكلام لان انا بعش جمال الحيوانات دي فلازم اما اشوف حاجة كويسة انا بتكلم كويس لو شوفت حاجة وحشة مش هعرف اتكلم كويس وخاصة ان انا ببعدش احضر على وراء تمام طبعا الهند زي ما تكلمنا لدور الجموس في الاقتصاد بتاع الهند الهند فيها اكتر من 58% من الجموس الموجود في العالم تمام 58% من جموس العالم يعني الجموس الموجود في العالم كله 58% منه موجود في الهند و35% فقط من عدد الماشية في الهند حليب الجموس هل تخيلوا بقى الصروة الحيوانية الموجودة في الهند ان انت الجموس ده اللي هو 58% من جموس العالم موجود في الهند والهند نفسها الجموس فيها يمثل 35% فقط من اعداد الماشية حليب الجموس حليب الجموس بعد التعديلات وشغل الهندسة الورصية والسلالات الجديدة اللي طلعت حليب الجموس اصبح يمثل 70% من اجمال الحليب في الهند طب هو كان كان في الاول كان 55% يعني عن رغم ان نسبته 35% لعدد الحيوانات الموجودة كان برضو اكتر من نص الانتاج من لبن الجموس او من حليب الجموس دلوقتي اصبح 70% يعني 35% من الماشية بتمثل 70% من انتاج الحليب منه من البلد وبتمثل في صدرات اللحوم 86% لحوم جموس ولحوم الجموس معروفة في الشرق الاوسط اللحم الجموس الهند معروف ومشهور تمام ففيه في يناير 2019 ولاية هريانا اللي هي اصل الجموس المرة تم رصد اتنين مليون ومئة الف راس جموس في الولاية دي سنة 2019 اتنين مليون ومئة الف راس جموس شايفين؟ يعني يعني الولاية الوحدة الولاية دي الوحدة عدد الجموس اللي فيها يعني احنا عندنا تقريبا في مصر حوالي تلاتة مليون وقل شوية يعني يعني حوالي تلاتة مليون تقريبا يعني يعني هم عندهم مليون واحدة مربها تخش على عدد الجموس اللي موجود عندنا في مصر كلها يعني كدول وهو الهند كبيرة زي ما احنا عارفين الهند كبيرة فما مفيش مقارن انا مفضلش نقارن عشان برضو ايه ما ادخلش في حتة سد طيب الجموس ده اشتغلوا عليه ازاي الجموس ده كان بيحلب في الاول عشرة كيلو في اليوم يعني خمسة كيلو في الطرف في المتوسط عشان نتكلم برضو في المتوسط اللي هو بيحلب خمسات يعني جموس عادي جدا زي الجموس المصري ويمكن كان اقل شوية كمان ده خلاف عن جسمه كمان اللي هو اللي انتوا شايفينه ده الجموس قصير واطرفه قصيرة يعني طيب هم اشتغلوا عملوا اتفاق وعقود تفاهم مع البرازيل لان فيه تبادل تجاري كبير بين البرازيل والهند عملوا اتفاق مع البرازيل تمام ومع استراليا اللي النوعية دي هم كانوا بيصدروا الجموس ده الاول فعندك الاستراليا وصلت مع الشغل جينات ورسية وصلت لخمستاشر لتر في اليوم في المتوسط تمام وفي نيوزيلاندا برضو عملوا اتفاقية وجابوا من نيوزيلاندا برضو حيات عشان شغل الهندسة الورسية اشتغلت نيوزيلاندا من ستاشر لسبعتاشر كيلو في المتوسط برضو من النوعية دي بعد تهجينها في سلالات اخر واسرائيل بقى اللي هي المفاجأة اللي هي الجموسة وصلت فيها لتلاتين لتر حليب في اليوم تمام والجموسة الاسرائيلي موجوده معروف جابوا من الدول دي كلها وتم التفاهم عشان تحسين تربية المشاية من خلال نقل اي جنة مجمدة يعني التلقاحات الصناعية تم من خلال الهندسة الورسية وتحسين نوعيات الاعلاف تم الحصول على النتاج المنتشرة حاليا في جميع انحاء الهند اللي هي الحاجات اللي احنا شايفين قدامنا دي الشغل اللي بقى منتشر في الهند ووقت الناس اللي عنده حاجة من دي بتخش معارض واسعار وكلام من ده وبتاخد شهرة خدت شهرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي عنده حاجة من دي بيفضل يصور فيها وبيتفاخر بيها فخدت شهرة عالمية يعني طيب الشهرة العالمية دي احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم ما فيش واحد يجيو لما اقول لك المتوسط سعر الجموسة من خمسة وستين وسبعين الف روبية لمية الف روبية ما يجيش واحد يقول لي مثلا ايه يا عمي ده فيه جموس مش عارف بكم بمليون فيه جموس بخمسمائة الف انا بتكلم على الشغل الموجود اللي انتوا شايفينه في الصور اللي انا جبتوا لكم انا بتكلمش على ملكات جمال بتخش معارض جموس المعارض اللي بيفوز في المعارض في معارض الملكات ده جموس بندفع فيه عشان السلالة والنخبة اللي بيكون موجود عليها فبندفع فيه فلوس كتير عشان ياخدوا السلالة عشان يعملوا فيه ناس بتنشئ مزارع من جموسة واحدة فيه ناس بتاخد جموسة واحدة بتنشئ منها مزارع او مزارع مبلغ يعني فبتكون نواه لمزارع فانا مايجيش اقيم انا بقيم بالشغل الشعب الموجود ماليش دعوة انا بالشغل التاني اللي بيحلب 30 و 35 ده ده انا المعارض دي انا ماليش دخل بيه يعني جموسة بتخش في المعرض من 31 كيلو وصلت الى 34 كيلو دي ارقام اللي تسجيلت مفيش اكتر من كده عشان الناس اللي بعتله في التعليقات هي اخيرها 34 35 كيلو ما تعدتش ما تعدتش الكلام ده تمام فاحنا تاريخ السلالة دي بدأ يعني هما بدأوا يفكروا في الموضوع والفكرة كانت سنة 85 يعني كانت سنة 1985 تم طرحها وتم افتتاح العمل بها سنة 87 يعني في اواخر سبعة وتمانين تمانية وتمانين يعني كان شهر ديسمبر في سبعة وتمانين يعني مع بداية تمانية وتمانين كانوا بدأوا فعلا يشتغلوا على الموضوع ويستوردوا اللقاحات عشان يشتغلوا عليها تمام اثباتت نجاحها وتم تعميمها في جميع انحاء الهند سنة 2010 عن طريق اللقاحات وبعدين سمعت السلالة في العالم كله سنة 2019 تعالوا نروح على المعلومة المهمة ان تم حظر تصدير جموس المورة من قبل حكومة الولاية اي هاريانة ولاية هاريانة اصل السلالة سنة 2013 بعد ان تم تصدير اكتر من او من 30 ل70 الف راس جموس من الولاية المركزية للسلالة وتم السماح بتصدير اللقاحات المجمدة للدول ولكن الموضوع فضل شغال في بعض القطعان وصلت للبرازيل وتم تبادل تجاري بينها وبين البرازيل وما زال دلوقتي فيه شركات بتكلم انها بتصدر وفيه شغل على الانترنت اللي عايز يحجز ومش عارف ايه فيه كلام كتير ولكن عايز ناس مختصة في المجال ده عشان تتكلم فيه وعشان يكون فيه حجوزات على الجموس ده ويكون الموضوع فيه ثقة ويكون الناس عارفة وفهمة فما ينفعش ان ان اروح اتكلم في عش جموسات لا ما بدون داخل ال promotions توريد لولايات وبين بعضها وبين بعضها وبين بعضها جوا الهند الحكومة تدى حوافز للناس الذين لدينا جموس يدى حوافز الذين لدينا جموس من 15 إلى 18 يدلوا كل سنة 15 ألف ربيع واللي من 18 إلى 22 كيلو في اليوم يدلوا 18 ألف ربيع ومن 22 إلى 25 يدلوا 20 ألف ربيع ومن 25 وطالع يدلوا 30 ألف ربيع علشان يحفزوا على السلالة وما يبيعش من أطفالها أو من نسلها علشان ما يبيعش منها يدلوا الفلوس دي عشان يعني زيري بحي سنوي طبعا ده ده العرض اللي كنت بقلوكو عليه بتسعين